السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتك الله بالصف الثالث سنة والزراعي جميع المجالات أهلاً ورحباً بكم في قناتكم قناة مصر التعليم الفني وأسرة نحن العسل ودوت القصد بالقناة بترحب بكم طبعاً فاكرين آخر حلقة اتكلمنا فيها عن العمليات النحلية وأذكركم تذكير سريع كده على عمليات النحلية اللي بيقوم بها النحال على مدار العام في منحله طبعاً أنا ليا النهاردة عاوز أذكرك بتلات عمليات أو عملية نحلية واحدة بس في تلات شهور إيه هي؟ لما قلتلك الفرز بتاع عسل الموالح بيبقى في شهر أربعة يبقى في عمليات نحلية بيقوم بها النحال في شهر ثلاثة عشان يستعد للفرز قلتلك إن فرز عسل البرسيم بيبقى في شهر يونيا يبقى في عمليات نحلية بيقوم بها النحال في شهر مايو لما قلتلك إن فرز عسل القطن بيتم فرزها في شهر أغسطس يبقى في عمليات نحلية بيقوم بها النحال في شهر يوليا طيب يبقى أنا هتكلم كده من كلامي كده يبقى انا هكلمك عن ايه هكلمك عن فرز العسل وقلتلك ان العمليات النحلية اللي بيقوم بها النحال ده مش كلام فاضح احنا بنقوله ولا كلام ملوش اهمية لا ده كلام هيفيدك انت اثناء العمليات النحلية كلها اللي بتقوم بها في المرحل العمليات النحلية اللي هنقوم بها النهاردة وهي فرز العسل فرز العسل يعني ايه يعني استخراج العسل من الخلايا طيب لو بصينا للصورة دي اللي قدامك النحلة موجودة فين او الشغالة موجودة فين موجودة على ظهرة بتعمل ايه على الظهرة دي بتجيب رحيك الازهار وبتجيب حبوب لقاح بتجيب رحيك الازهار اللي هو بتحوله العسل يبقى رحيك الازهار هو عسل لا طبعا رحيك الازهار مش عسل رحيك الازهار عبارة عن محلول سكري مخفف اما العسل ايه العسل هتعرف معايا دلوقتي ايه هو تعريف العسل ولو بصيت للصورة التانية دي اللي قدامك هتلاقي ان على نبات على ظهرة بتاعة نبات الكوسة النحلة وقفة برضو وبتجيب رحيك الازهار وحبوب اللقاح رحيك الازهار عشان تعملوا عسل زي ما قلنا طيب يبقى انا عاوز بقى اعرف ايه هو العسل يبقى العسل هو رحيك حلو المزاق ادي التعريف قدامك اهو بتجمعه الشغلات من الازهار وبتحوله الى شراب ناضج داخل الاقراس الشمعية وبيختلف مكونات المكونات بتاع العسل ده او مكونات رحيك الازهار ده باختلاف نوع المزر النباتي طيب يبقى معنى كده طب ما انت قلتلي ان رحيك الازهار مش عسل طبعا رحيك الازهار ما بقاش ما وصلتش لدرجة ان هو بقى عسل رحيك الازهار نسبة الرطوبة اللي فيه عندما اقولك رطوبة يعرف المصطلحات دي يبقى نسبة المية اللي فيه حوالي 70% طيب اما للعسل نسبة المية فيه كام يعني مش 70% ده لو نسبة المية 70% العسل ما كانش يقعد عنده خالص كان العسل يفسد على طول وهتعرف انت ايه اللي بيفسد العسل في خلال حلقتنا حلقتنا دي سرية جدا ان شاء الله خليك صاحي معايا طيب اما الهي بتعمل ايه برحيك الازهار ده طيب خلينا بقى هات مثال كده اه في حياتك العامة اه لما والدتك بتيجي في البيت بتعمل صلصة بتاع الطماطم بتعمل ايه او في قسم الصناعات انت درست عميل الصلصة بتعمل ايه بتاخد الطماطم بتعصرها وبعد كده بيبقى عصير طماطم وبيتحطه على النار لحد ما بيتبخر نسبة كبيرة من المية فيه وبيبقى صلصة طيب هي مش ممكن تشيل عصير الطماطم ده تخزنه في التلاجة طب ما هو هيفسد لو خزنته في التلاجة وهو عصير طماطم ليه لان نسبة الرطوبة فيه عالية نسبة المية فيه عالية فهي بتعمل ايه بتبخر نسبة المية اللي هي موجودة فيه عصير الطماطم ده لحد ما بيتفضل المواد الصلبة معايدوب نسبة رطوبة بسيطة هي اللي تحمي المواد الصلبة ده او المواد الصلبة بتعوم فيه نسبة المية البسيطة او نسبة الرطوبة البسيطة اللي موجودة يبقى كده الصلصة ممكن تقعد معاك سنة وسنتين وتلاتة ما يحصلهاش فسدين طيب ده نحلة بتعمل كده بالزبط بتعمل ايه بتاخد راحيك الازهار اللي انا قلتلك عليه هو محلول سكري مخفف مخفف يعني ايه يعني نسبة المية فيه عالية نسبة المية فيه كتير نسبة المية فيه حوالي سبعين في المية وبتاخده بتبخر منه نسبة المية او نسبة كبيرة من المية او نسبة كبيرة من الرطوبة لحد ما بيبقى عسل طيب لو خزنته وهو راحيك ازهار كده يبقى العسل هيحصله او راحيك الازهار ده هيحصله حاجة اسمها تخمر يبقى هيفسد طيب يبقى عسل غير ناضج ده برضو بيخلينا نقول الفرق بين العسل الناضج والعسل الغير ناضج العسل الناضج اللي هو متبخر منه نسبة طب بتبكره ازاي نسبة المية دي او بتعمل ايه طب انا ممكن في انتاج العسل ما اعتمدش بقى عن نحل ممكن اروح اسحبانا بطريقة تقنية معينة او طريقة علمية حديثة اسحب راحيك الازهار من الظهرة ومحتاجش للنحلة خالص ما انت هتسحب راحيك الازهار من الظهرة ومش هتقدر تبخر نسبة الرطوبة اللي فيه هي النحلة بتفرز انزيم اسمه الانفرتيز انزيم الانفرتيز ده هو اللي بيساعد على تحويل السكريات السنائية خلي بالك في راحيك الازهار السكريات السنائية اما في العسل السكريات احدية الانفرتيز ده بيحلل السكريات السنائية الى سكريات احدية او ده الفرق بين العسل وسكر المائدة سكر المائدة سكريات سنائية ومرتبطة بعض اما سكر العسل او العسل نفسه السكريات اللي فيه سكريات احدية عشان كده السكريات اللي موجودة في العسل ضررها بسيط جدا بالنسبة للانسان غير السكريات اللي موجودة في سكر المائدة السكر المائدة اللي بنقول عليه السم والابيض طيب لان كمان بقى هنطعمق ازيد لما الانسان بياكل معلقة عسل في المعدة ممكن هي خلاص السكريات اللي موجودة في معلقة العسل ده سكريات احدية يبقى ممكن هي تمتص بسرعة او تمتص فعلا بسرعة عن طريق الشعيرات الدموية اللي موجودة اسفل المعدة طيب اما بالنسبة لسكر المائدة سكر المائدة سكريات سنائية المعدة ما بتقدرش ان هي انا عاوزك ايه تعرف اقصر تخصصية شوية عشان انت طالب في مدرسة الزراعة يبقى عندك اقصر تخصصية من المعلومات العامة السكريات اللي موجودة في سكر المائدة سكريات سنائية سكريات سنائية المعدة ما بتقدرش ان هي تفصلها عن بعض ما تقدرش ان هي تخليها سكريات احدية فبتفضل ايه اللي بيخليها ان هي تفصل السكريات الصنائية عن بعض وتخليها سكريات احدية انزمات الكبد الكبد يفرس انزيم بيتعب الكبد كده بيفرس انزيم بيحلل السكريات الصنائية الى سكريات احدية وبعد كده بيجهد بقى الكبد وبيتدخل الجيريكوز في الدم مباشرة هو اللي بيزود نسبة السكر في الدم وهو ده عشان كده قلنا ان السكر المائدة خطر على الانسان وان هو بيسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم طيب نرجع بقى الموضوعنا تاني وتعريف العسل زي ما مكتوب قدامك على الشاشة هو هو رحيق حلو المزاق تجمعه الشغلات من الازهار تحوله الى شرب ناضج داخل الاقراس الشمعية بيختلف مكونات وباختلاف نوع المصدر النباتي ادي برضو عندك في صورة هي النحل بيجيب بص الشغالة اللي جسمها صغير دي اللي هي لا يتعدد تسعين ميلي جرام بوقفة وبتجيب ادي في الرجل الخلفية هي موجود حبوب اللقاح اللي هي بتستخدمها لأكلها برضو هي بتجيب رحيق الازهار وحبوب اللقاح هي طيب ادي قدامك هي برضو تاني بص المجهود اللي بتقوم به الشغالات عشان تعمل العسل عشان تعمل حبوب اللقاح طيب هنشوف بقى عندما الشغالات دي عملت العسل عندما العسل قدامك عندما الشغالات قعدت اشتغلت وعملت العسل ده كله هي الشغالة دي اللي ربنا اوحلها في القرآن ان هي تعمل العسل عملت العسل طيب انت بقى عاوز تستخرج العسل ده من الخلايا يبقى ده انا بسميه بسميه ايه بسميه فرز العسل طيب تركيب العسل الكيماوي كيميائيا اهو قدامك سكر فركتوز وجلوكوز سبعين في المية ماء سبعتاشر في المية لان خلي بالك ده الماء ده لنسبة الرطوبة لو نسبة الرطوبة زادها عن سبعتاشر في المية خطر على العسل ممكن يحدث للعسل ظاهرة التخمر طيب وسكروز وديكسترين عشرة في المية الباقي هيبقى حوالي تلاتة في المية بيكون مواد معدنية واحمد دهنية وانزمات وفيتامينات الانزمات دي خلي بالك والمواد المعدنية ما بيقدرش الانسان يعملها لان النحل هو اللي بيعملها ربنا اوحى للنحل ان هو يعمل عسل يبقى هو بينفرز انزمات خلي بالك ان هو مش انزيم الانفرتيز بس هو اللي بيفرزه هو اللي بيعمله لأ ده بعد ما بيعمل انزيم الانفرتيز بيخلي العسل صالح لعدم نمو البكتيريا فيه والميكروبات ان هو بيطلع انزيم تاني اسمه الاكسيديز اللي هو بيحول جزء من الجيريكوز اللي هو بيمنع نمو البكتيريا والميكروبات فيه داخل العسل طيب نيجي بقى انت عشان تعد الطواقف بتاعتك وعشان تجهز الطواقف بتاعتك وخلي بالك في المصطلحات اللي احنا بنقولها بنقول الطواقف يعني ايه جمع طاقفة الطاقفة دي اللي هي بتكون من ايه بتكون من ملكة والاف الشغلات ومئات الزكور عشان تعد الطواقف بتاعتك وعشان تجهز الطواقف بتاعتك لانتاج العسل تعمل ايه اول حاجة لازم في حاجة اسمها الاستعداد لموسم الفيد موسم الفيد يعني موسم تفتح الازهار واني الشغلات طلعة هتطلع تجيب رحيك الازهار اللي هتعمله لك عسل لازم تعمل لازم يكون موجود عندك على رأس كل طاقفة ملكة خزبة صغيرة السن ملكة خزبة صغيرة السن يعني ايه ملكة خزبة صغيرة السن يعني بتكون اه جديدة عندك طب جديدة عندك هي عمر الملكة كام عمر الملكة ست سنين بتشتغل عندك كام بتشتغل عندك سنتين بكامل طاقتها طيب يبقى لازم على كل طاقفة على رأس كل طاقفة لازم موجود ملكة خزبة طب وتعرفها تعرفها خزبة خزبة يعني ايه خزبة يعني بتنتج لك بيت كتير طب انت تعرف ان هي خزبة واللي غير خزبة من ايه من اثناء فحصك للطاقفة نفسها اثناء فحصك خلي ان هي صغيرة الملكة في السن ولكن تلقحها كان تلقح غير جيد يبقى الملكة دي مش هتبقى خزبة قوي لا مش هتبقى قوية هيبقى انتاجها للبيض ضعيف لان انت عاوز الملكة خزبة يعني ملقحة تلقيح جيد ملقح ملقح هي الملكة بتلقح بتاخد كام حيوان منوي في القابلة المنوية داخل جسمها بتاخد حوالي 8 مليون حيوان منوي يكفيها مدة السنتين اللي قاعدة تشتغل معاك فيها طيب يبقى انت بتشوف طريق توضع الملكة للبيض داخل الاقراس من خلال الفحص بتاعك للطاقفة نفسها بتشوف بتعرف الملكة دي اذا كانت خصبة خزبة او غير خزبة اذا كانت الملكة دي قوية او ضعيفة فلو كانت الملكة ضعيفة يبقى انت لازم تغيرها لو كانت الملكة كبيرة في السن لازم تغيرها تجيب ملكة حديثة السن تلقيحها تلقيح ممتاز عشان خاطر تدخل معاك موسم الفيد بقوة طبعا الكلام ده انت بتعمله امتى قبل موسم الفيد قبل الفرز بحوالي 42 يوم قبل موسم الفيد ب42 يوم بتجهز المنحل بتاعك او بتجهز الطاقفة بتاعتك زي ما بقولك تكتده تاني حاجة لازم يبقى عندك المام بظروف المنطقة يعني انت المنحل بتاعك محطوط في منطقة معينة يبقى انت عارف المحاصيل المزروعة في محيط المنحل بتاعك ولازم تعرف ايه هي المحاصيل دي كويس ولازم تعرف ان النحل هيطلع يجيب منها ولا مش هيطلع يعني مثلا خلي ان مزروع ام حخلي ان مزروع دره خلي مزروع دره يبقى النحل مش هيجيب منها ايه اللي حبوب اللقاح بس يبقى انت لازم تعرف المحاصيل اللي حواليك دي حاجة حاجة تانية لازم من الالمان بظروف المنطقة تعرف من خلال اصحاب الاراضي اللي موجودة هم هيرشوا مبداية ولا مش هيرشوا لان لو رشوا مبداية هيحصل تسمم للنحل يبقى انت مش تستفيد من الموسم تالت حاجة ان انت بتغذي تغذية تنشطية بمحلول سكري مخفف عشان تنشط بين نحل عشان يستقبل موسم الربيع اول ما تتفتح الازهار يقدر ان النحل ما اخذ تغذية تنشطية يطلع بقى النحل ويجيب رحيك الازهار يبقى انت بتمنع بعد كده اثناء ما النحل بيجيب رحيك ازهار بتمنع التغذية بالمحلول السكري خالص انت غذيت في الاول تغذية تنشطية بتكون مخففة وليس مركزة لو مركزة هتعلم النحل الكسل يبقى هو شايف عنده تغذية مركزة هيوقت في الخلية شايف مخففة دي بتنشطه بس دي اسمها تنشطية بعد كده لازم تتابع الحالة الصحية لطواقف النحل عندك ان ممكن يكون موجود مرض في الطواقف عندك فالنحل مش هيقدر ان هو يطلع يبقى النحل هيندر مش هيقدر ان هو يطلع ويجيب رحيك ازهار يبقى لازم تشوف الحالة الصحية بتاعت النحل لو في مرض بتعالجه لو في الامراض اللي بتكسر بتكسر في الوقت ده اللي هو وقت ممكن نزيمة وندرس الامراض كلها ان شاء الله ونشوفها لازم تضيف اقراص فارغة وعاسلات حسب احتياج الطائفة ليه بقى اقراص فارغة وعاسلات يعني الخلية عندك هي طالعة من الشتاء الطائفة طالعة من الشتاء طالعة من الشتاء عدد الاكراص قليلين وفي بقى رحيك ازهار هيبدأ وفي نشاط للنحلة طب الملكة هتبيط فين عفوا الملكة هتبيط فين الملكة هتبيط فيه الاكراص الشمعية الشغلات هيجمع عسل فين هيجمعوا فيه الأقراص الشمعية وانت ما عندكش أقراص شمعية انت لسه طالع من الشتاء فكت ضامم النحل كت ضامم الأقراص كت مخلي بدل ما الطائفة 10 أقراص كت مخليها 6-7 أقراص عشان الشتاء اللي هي الظروف التشتيل او اجراءات التشتيل اللي انت بتعملها فانت لازم بقى تضيف في وقت تفتح الأزهار وفي وقت النشاط بتاع النحل لازم تضيف أقراص شمعية عشان الملكة تبيد فيها والشغلات تجمع فيها عسل طيب وتعمل برضو وتضيف عسلات لو عندك الخلية كاملة 10 براويز يبقى بتضيف صندوق تاني فوق الخلية دي فوق صندوق التربية ده صندوق للعسلة عشان خاطر النحل يخزم في العسل يبقى انت الطائفة بتحتك كده بقت صندوقين؟ صندوق تربية 10 براويز وصندوق عسلة 10 براويز برضو طيب لازم توفر الأساسات الشمعية والبراويز الخشب عشان في خلال الموسم ممكن تنزل أساسات شمعية هي ايه هي الأساسات الشمعية؟ أساسات الشمعية انت درستها السنة اللي فاتت اللي هي قدامك هي في الصورة اللي هو عبارة عن فرق شمع نحل نقي مطبوعة عليه من الجهتين كواعد حوائط العيون السوداسية يبقى دي كلها حاجات انت بتعملها اجراءات انت بتعملها عشان تقضي الموسم بتاعك وتنتج ويجي لك وتنتج عسل وفير في خلال الموسم بتاعك يبقى انت تتبع هذه الاجراءات الاجراءات طيب هو موسم الفيد ايه؟ موسم فيد العسل يعني العسل بيكون موجود عندك بتفرزه امتى؟ في موسم فيد بتاع زي ما قلتلك عليه اللي هو الموالح اللي هو في شهر ابريل في موسم فيد البرسيم في شهر يونيا في موسم فيد القطن اللي هو في شهر اغسطس وده كله دول التلات موسم دول موسم رئيسية في جمهورية مصر العربية طيب في واحد زارع مثلا او جنبه في محيط المنحل بتاعه بردقوش امال انت مش ذكر لي ليه؟ لاني مش مزروع في مصر كلها مزروع في مصر كلها موالح مزروع في مصر كلها برسيم بانواعه طبعا حجازي وبلدي مزروع في مصر كلها قطن ده كان مزروع في مصر كلها قطن وان شاء الله هيرجع تاني يبقى دول تلات مواسم رئيسية اللي هو موسم الفيد طيب انت بتجاهز قلت المنحل بتاعك امتى؟ بتجاهز قبل الموسم ده بحوالي اتنين واربعين يوم طيب هادي موسم الفيد قدامك على الشاشة هي موسم فيد الموالح والبرسيم والقطن وعرفت انت المواعيد بتاعتهم ده في شهر الموالح في شهر ابريل البرسيم في شهر يونيا القطن في شهر اغسطس طيب علامات موسم الفيد انت عملت تقول لي موسم الفيد موسم الفيد ايه هي علامات موسم الفيد بقى؟ اول ما انت تدخل المنحل بتاعك وتشوفها اول حاجة ان انت بتشوف في محيط المنحل الازهار تفتح الازهار تفتح ازهار يبقى ده علامة من علامات موسم الفيد يبقى اعرف النحل بتاعك هيشتغل لو النحل قوي واتبعت معاه اعداده للاستقبال موسم الفيد هتبقى كده طيب تاني حاجة ان وجود بتفتح انت عشان تفحص بتلاقي شمعة ابيض على قمة الاقراس يبقى ده اعرف ان النحل شغال وعمل شمعة ابيض على قمة الاقراس وجود زوائد شمعية تعرف لو فتحت برضو تفحص تلاقي زوائد شمعية اعرف ان المنحل بتاعك هيشتغل طيب خلي ان في محيط المنحل بس مفيش اظهار للوقت مش شايف اظهار اما النحل جايب من اين انا قلت لك النحل ممكن ان هو يطير اتنين كيلو ويرجع تاني يبقى بعيد عنك انت خالص في اه اظهار متفتحة والنحل بيجيب منها طيب بتبص تلاقي صروح النحل صروح النحل يعني نخروجه من الخلايا ويرجوعه تاني دي اسمها صروح النحل انت بتدخل المنحل بتلاقي كده يبقى ده علامة من علامات موسم الفيد كثرة العسل الغير ناضج بالخلايا واحنا قلتلك في اول الحلقة يعني ايه عسل ناضج ويعني ايه عسل غير ناضج العسل الناضج اللي هو منزوع منه نسبة منزوع منه نسبة الرطوبة ونسبة الرطوبة فيه من سبعتاشر لعشرين في المية العسل الغير ناضج بيكون نسبة الرطوبة فيه ازيد من سبعتاشر لعشرين في المية يعني فيه نسبة رطوبة طب وانت هتاخد جهاز معك في الخلية او في المنحل عشان تقيس نسبة الرطوبة لا ده النحل هو اللي بيعرفك بيقولك ان في هذا البرواز عسل ناضج في البرواز ده عسل ناضج او عسل غير ناضج ازاي يعني لو كان العسل غير ناضج لسه النحل ما طلعش منه نسبة الرطوبة بتلاقي العيون السوداسية اللي هي بتاعة الشام فيها عسل جوة ومفتوحة قدامك وانت شايف العسل يبقى ده عسل غير ناضج طب بتلاقي العسل الناضج ازاي بيقولك العسل ده عسل ناضج بيقولك يعني الحالي اللي داخل تشتغل في المنحل يعني الحالي اللي داخل تفحص الخلية العسل ده عسل ناضج عسل ناضج يعني ايه يعني منزوع منه نسبة الرطوبة زي ما قلنا وافضل كرارة كتير ولكن بييجي النحل بقى بيروح مغطها لك العيون السوداسية اللي فيها عسل ناضج وفيها عسل صالح للاستخدام وممكن يتخزن عندك سنين بيعمل لها طبقة شمع رقيقة على العيون السوداسية دي يبقى ده احنا بنقول ختم البرواز ختم البرواز يعني البرواز مختوم يعني جوة العيون السوداسية المختومة دي المتشمعة دي عسل ناضج عشان كده لقوا في المقابر بتاعت القدماء المصريين عسل موجود يعني من 2500 سنة لقوا الايام اللي فاتت عسل ناضج وعسل مغيرش خصاصه الطبيعية وعسل مفسدش ليه لانه كان عسل ناضج طيب انتشار رائحة الرحيق في المنحل بتدخل المنحل بتشم ريحة رحيق الازهار تدخل المنحل تشم ريحة رحيق الازهار يبقى دي كلها علامات موسم الفيد يبقى انت تعرف انه بدأ موسم الفيد والنحل شغال من صروحه والنحل شغال من رائحة رحيق الازهار اللي هي موجودة في المنحل بتاعت النحل شغال من موجود عسل غير ناضج موجود في الخلية ولسه النحل بيطلع منه نسبة الرطوبة عسل موجود موسم الفيد شغال برضو وجود زوائد شمعية في الطائفة عندك في الخلية موسم الفيد موجود لانها موجود شمعة ابيض على قمة الاقراس موسم الفيد شغال لانه موجود ازهار متفتاحة في محيط المنحل بتاعك طيب هي دي علامات موسم الفيد طيب فرز المناحل البلدية بقى احنا قلنا ان فيه مناحل بلدية ومناحل خشبية هو مناحل حديثة المناحل البلدية اللي هي معمولة من عبارة عن استوانة ومصنوعة من الطين اللي هي بنقول عليها الخلايا الطينية او الخلايا البلدية دي بتتفرز ازاي ده شكلها قدامك اهي دي الخلايا البلدية طيب بتفرزها ازاي بتفرزها ان انت بتطلع البرويز المعمولة داخل اللي هي الشمع اللي معمول داخل الخلايا البلدية دي بعد ما بتفك الغطاء او الكرس اللي هو بتاع الخلايا نفسها وبتطلع البرويز دي وبيتم تقطيعها البرويز اللي فيها عسل وطبعا طالما موجود براويز وفيها عسل خلي بالك ممكن تلاقي فيها حضنة واحنا قلنا الحضنة هي ايه هي اي طور ما قبل الحشرة الكاملة يعني قلتلك ان بيضة يركع عزراء حشرة كاملة يبقى موجود في هذه البرويز عسل وموجود حضنة بيعمل ايه الراجل عشان يجي يفرز العسل ده يفرز قلنا يستخرج العسل ياخد العسل بقى بيقطع البرويز دي لمربعات وبيحطها في كيس وبيعصرها بيقصرها بينزل العسل وبعد كده بيصف العسل طبعا الطريقة دي طريقة بيترهق النحل نفسه بتقلل النسبة العددية او القوة العددية بتاعة النحل اللي هي فيه الخلايا البلدية خلي بالك الخلايا البلدية ممكن تنتج لك في الموسم الواحد الموسم كله حوالي اتنين ونص لتلاتة كيلو عسل غير الخلايا الخشبية اللي هي ممكن تنتج لك من 15 ل 20 كيلو ليه بقى؟ لان هي بتشغل نفسها الخلايا البلدية او النحل اللي موجود في الخلايا البلدية لان هو يعمل اقراض شمع تاني لان انت كده بتفسد له الشمع بتطبق له الشمع كده ما بترجعهش تاني جوه الخلايا يبقى بيبدأ بقى يشتغل من جديد يبقى هي دي الخلايا البلدية وفرز الخلايا البلدية طيب المناحل بقى الحديثة او المناحل الخشبية اللي هي موجودة في اغلب ربوع مصر دلوقتي اللي هي خلية لانجستروس واحنا قلنا اللي اكتشافها اللي هو القصة الامريكي العالم الناحل لانجستروس او اختراعها يعني وهي نحن شغالين بيها لحد دلوقتي الكلام ده من 1851 ميلاديا طيب بتفرز ازاي بقى المناحل الحديثة او المناحل الخشبية في الاول خالص اول حاجة هدي قدامك اهو بتعمل فحص لازم لهذه الخلية عشان تعرف في موجود فيها عسل ولا مش موجود بدأ موسم الفيد ولا ما بدأش موسم الفيد طيب بعد كده اول حاجة بتعملها بتستخرج الاقراس الشمعية اللي موجود فيها عسل طبعا في ناس بتغلط غلطة كبيرة جدا وهي ان لما يجي يستخرج الاقراس الشمعية يستخرج الاقراس الشمعية اللي فيها عسل ناضج وغير ناضج خلي بالك احنا قلنا ايه عشان كده انا قلتلك الفرق بين عسل الناضج والعسل غير ناضج وقلتلك ازاي انت وانت في الطائفة وانت فاتح الخلية تعرف عسل ناضج ولا عسل غير ناضج بيرفع البرواد يلاقي في عسل يقول لي خلاص يلا نطلع عشان يتفرز لا طب العسل ده غير ناضج العسل ده غير ناضج يعني ايه يعني في نسبة رتوبة عالية يعني هيعملك ايه يعني هيعملك ظاهر التخمر اللي هقولك بقى الظواهر الضرة اللي في العسل او الظواهر الطبيعية اللي ممكن تحصل في العسل اللي ممكن يسبب هذه الظاهرة ان العسل يفسد طيب يبقى بيطلع بس البرويز اللي فيها عسل ناضج عسل ناضج يعني موجود فيه على قمة الاقراس شمع طيب بيطلع كل البرويز لا ما بيطلعش كل البرويز المفروض يطلع تلتين البرويز عشان يسيب التلت التاني لغزاء النحل لاني قلت لك هو النحل ده عامل ايه عامل العسل عامل العسل مش عشانك انت تاخده ده عامله عشان غزاءه هو يبقى انت بتسيب له غزاءه طيب ادي قدامك هو بيستخرج الاقراس بص بقى القرص الشمع ده اهو ده كده مختومة ها معمول طبقة من الشمع بص الحتة ده مش مختومة لازم يكون البرويز اللي انت بتطلعه للفرز بيكون اكتر من تلتينه مختوم ادي اهو قدامك اهو برضه اهو بص ده طبقة الشمع اللي معمولة يبقى العسل اللي جوه ده عسل ايه برافو عليك عسل ناضج ده عملية القشط بيدخل في عملية قشط بعد كده بيدخل بعد كده البرويز في الفراز بوسط الطرد المركزي بيطلع العسل من العيون السلسية وبعد كده بيتحط ده فراز تاني برضه بعد كده بتحط في المنضج عشان خاطر انه هو يصف في العسل ويطلع منه الشوائب فيه ظاهرتين بتحدث ليه العسل اول حاجة ظاهرة البلورة او التحبب ظاهرة البلورة او التحبب تتوقف عن نسبة الجليكوز للمية يعني نسبة الجليكوز بتتناسب ترديا مع صراحة التحبب يبقى كل مكان نسبة الجليكوز اعلى من حوالي واحد وسبعة من عشرة في المية مع افتراض ان المية جزء واحد بس يبقى يحصل تحبب تحبب لايه العسل يبقى التحبب دي ظاهرة طبيعية وبتحدث يبقى انت لما تجيب برطمان عسل وتلاقيه تحبب وتلاقيه ترمل يبقى ما تقولش ده عسل عشل مخشوش لا ده دي ظاهرة طبيعية بتحدث في العسل الطبيعي طيب العوامل المؤثرة على صرعة التحبب نسبة الجليكوز للمية نوع العسل لان في عسل بيكون ميال التحبب بصرعة وفي عسل ما بيحببش بصرعة اللي بتحبب بصرعة زي ايه زي البرسيم الحجازي زي عسل القط طيب وجود شوائب العسل شوائب مش معنى كده ان حاجات مش كويسة لا شوائب يعني بقايا حبوب لقاح وبقايا شمع فبيتجمع عليها بيجمع حول هذه الشوائب حبيبات العسل وبتعمل تحبب او بلورة التغزين لازم بيخزن العسل في مكان غير رطب عشان ما يمتصش الرطوبات جوية لازم التعبئة لازم تعبي وانت بتعبي العسل بتعبيه على جدار العبوة نفسها طيب التغلب على ظاهرة البلورة بتعمل ايه؟ عدم استخدام اقراص قديمة بها اثار عسل تصفية الجيدة للعسل عشان تطلع منه الشوائب بتخزن العسل على درجة حرارة ملأمة يعني ما بتكونش درجة حرارة منخفضة التسخين في حمام مائي وخلي بالك لما بتسخنه في حمام مائي بيفقد العسل اغلب قيمته الغذائية فيه بعد كده حاجة اسمها تخمر العسل اللي قلتلك عليها ان بيحدث بفعل الخمائر اللي بتحل الجيلوكوز والفريكتوز لكحول وساني اكسيد كربون وبعد كده بيتحول الكحول لحمض وماء بيظهر ريم ابيض على قمة العبوة بتاعت العسل اللي قدامك وتعرف في الحالة دي ان العسل اللي فرز نسبة الرطوبة فيه عالية طيب يبقى ممكن يكون النحال وهو بيفرز طلع برويز عسل غير ناضجة اسباب التخمر هي استخدام ادوات فرز غير نظيفة فرز عسل غير ناضج تخفيف العسل في ناس بيخفف العسل بالمية يبقى يحصل له على طول تخمر تخزين العسل في اماكن ذات رطوبة عالية يبقى دي كلها اسباب تخمر العسل هي ايه المواصفات العسل القياسية بيكون خالي من اي محليات خلاف المجمعة من الازهار لا يحتوي على اي طعم غريب ان يكون خالي من علامات التخمر خالي من مواد العضوية خالي من المايكروبات طيب مصادر العسل ايه بقى مصادر العسل اما عسل الظهر او الرحيق الازهار اللي قلناه او في عسل تاني اللي هو عسل الندوة العسلية عسل الندوة العسلية ده بيحدث بايه هو سائل لزج بتخرجه بعض الحشرات اللي هي ذات اجزاء الفم الثاقب الماص زي المن والحشرات الكشرية والتريبس ده بيجي على النبات وبياخد منه رحيق الازهار بتاعته اللي بيفيد في جسمه عن عن احتياجه بيتنزله على الورقة بتاعت الشجرة فالبيعمل ايه الناحل ساعتها بيروح يجيب السائل ده الحلو ده بيجيبه اللي هو رحيق الازهار اللي نزله الحشرات بيجيبه بيحوله العسل خلي بالك العسل في الحالة دي بيكون عسل فيه سكريات معقدة الناحل ما بي نسبة الجلوكوس فيه بتبقى قليلة جدا خلي بالك برضه ان العسل ده نسبة الجلوكوس فيه قليلة يبقى معنى كده انه ما بيحدث ما بيحدث صليب الورا خلي بالك العسل ده مشهور جدا اللي هو بتاع الندوة العسلية مشهور جدا فيه اوروبا مشهور في ألمانيا مشهور في إيطاليا بينتج بكميات كبيرة هناك وقيمته الغذائية بتكون قيمة العسل الغذائية العسل رحيك الظهر بيبقى أعلى من قيمة عسل الندوة العسلية بيكون مرتفع الكربوهيدرات بتاعته بيكون السكريات فيه معقدة فيه مواد مضادة للأجسادة يبقى هو عسل مفيد برضو وعسل برضو يعني بتلاقي طعمه غريب شوية بتلاقي لونه غريب شوية مش لون العسل بتاعنا لونه يبقى بني وماء يبقى بني قاطم وهي دي كل حاجة أو أغلب الحاجات المهمة اللي موجودة عن فرز العسل وأتمنى أن أنا أكون وفقت في تقديم هذه الحلقة وأتمنى أن أنت تكون فهمت اللي إحنا عاوزين نقوله كويس أي سؤال ممكن يقف قدامك ابعته لنا على موقع القناة وهنجاوبك وأتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة